رغم الدعم اللوجستي والإداري الذي قدمته مفوضية انتخابات الأنبار وافتتاح مراكز الاقتراع في ساعات الصباح الأولى إلا أن إقبال الناخبين لم يكن بالمستوى المطلوب خلال الساعات الأولى بسبب سوء الأحوال الجوية والإجراءات الأمنية المشددة من قبل القوات الأمنية العملية الانتخابية رافقتها شكاوى بحدوث خروقات انتخابية شهدتها مراكز متعددة في الحبانية والمناطق الغربية التي تسبب بها جهات سياسية متنفذة وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق تلك الخروقات بحسب مدير مكتب مفوضية الأنبار هناك إقبال على مراكز الاقتراع من قبل الناخب الأنبار وهذا دليل بأنه الوعي والثقافة الانتخابية وهناك رغب عارمة للتصويت لمستقبل الأنبار ولأهل الأنبار كل الشكاء وتنظر بمصداقيتهم ومن ثم تعلن نتائج أمام الجميع فيما تزايدت نسب الإقبال على مراكز الاقتراع بعد ظهر اليوم سيما بعد رفع حظر التجوال في المدينة فيما أعرب ناخبون عن امتعاضهم لعدم وجود أسمائهم ضمن القوائم الانتخابية سنقوم بتخفيف الحركة على المواطنين في محافظة الأنبار وبنفس الوقت من الصباح الباكر قمنا بتخفيف حركة وصول الناخب إلى المراكز الانتخابية بإيجاد وتوفير عجلات نقل المواطنين سواء كان من عجلات نقل الركاب وعجلات نقل الأشخاص شعرت الانتخابات كلها جيدة يعني محترمة بشفافية وانتخبنا لفيدنا ما لننتخب الفاسدين اللي قبلهم لقيت اسمه وبطاقتي الحمد لله وشكر وانتخبنا بصورة سلسة أتينا مشيا على الأقدام ويستقبلون في باب المدرسة يقولون هذه لا تأكل لا تشرب توكل حجي يا الله وأعلنت مفوضية الانتخابات إغلاق صناديق الاقتراع في السادسة مساء مناشدة الناخبين بالتوجه إلى صناديق الاقتراع للمشاركة واختيار من يمثلهم ضرورة إقبال الناخبين إلى مراكز الاقتراع ليصوتوا قبل انتهاء الوقت المحدد للاختراع هو الساعة السادسة مساء ونؤكد أنه لا تمديد في الانتخابات رغم المعوقات التي أضعفت إقبال الناخبين إلى مراكز الاقتراع إلا أن الناخبين في الأنبار اشتركوا في العملية الانتخابية عسى أن تفرز أصواتهم من يمثل المحافظة للمشاركة في العملية السياسية الجديدة من مدينة الرمادي عمر العبيدي الحرة